السلام عليكم ورحمة الله أقدت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية صباح اليوم جلستها للنطق بالحكمة في قضية مقتل الشرطيين شهدي الواجب كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والمتهم فيها كل من علي عبدالله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبدالجليل سعيد وعيسى عبدالله كاظم علي وعبدالعزيز عبدالرضى إبراهيم حسين والسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبدالكريم وقد أصدرت المحكمة حكما بالأعدام بحق كل من المتهمين علي عبدالله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبدالجليل سعيد وعبدالعزيز عبدالرضى إبراهيم حسين وبالسجن المؤبد بحق عيسى عبدالله كاظم علي والسيد الصادق علي مهدي وحسين جعفر عبد الكريم يذكر أن حكم المحكمة الابتدائية قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية كما جرى توفير كافة الضمنات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم وبتوكيل محامين للدفاع عنهم حضر جلسة المحكمة عدد من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية وكذلك عدد من دوي المتهمين والمجني عليهم